الحكومة لم تقرر إغلاق السفارة إلى الآن وهذا يعني بأن الولايات المتحدة تعطي وقت للرئيس الكاظمي بأن يعدل الأمور في العراق إلى الآن لا نزال نجد قاذفات صواريخ بعيدة المدى تقصف في داخل العراق هذا أمر خطير جدا لأننا نعلم بأن إيران تقوم بتطوير الأسلحة الصاروخية الباليستية وقد يكون هذا جزء من ذلك التطور وهذا ما حدى بالرئيس الأمريكي بأن يضع عقوبات إضافية أيضا على إيران في الأسبوع الماضي وينوي أن يضع عقوبات إضافية هذه المرة أقصى من العقوبات التي وضعت في السابق لأن هذه المرة سوف تطال العقوبات بنوك إيرانية وإذا طالت العقوبات البنوك الإيرانية فهذا يعني بأنه لن يكن هناك بنك في العالم يريد أن يتعامل مع إيران خلال الأشفر منذ نيسان أبريل إلى أغسطس استطاعت إيران أن تقوم بأعمال تجارية بقيمة 24 مليار دولار لأن الولايات المتحدة سمحت لها بذلك ولكن إذا وضعت الولايات المتحدة عقوبات على البنوك الإيرانية وهناك حوالي 13 بنك ممكن أن تطالهم هذه العقوبات فهذا يعني التدمير كبير جدا للإقتصاد الإيراني وذلك بسبب أنها تقوم بأعمال نووية إنتاج قنبلانة نووية وتقوم بأعمال إنتاج الصواريخ البعيدات المدى وهذا ما نخشى ما أنه قد حصل في العراق في الوقت الحاضر تقوم بأعمال نووية اشتركوا في القناة